تعالي إيتها النبتة الجميلة تريدين بعض الراحة قبل أن نذهب إلى فتحي؟ هل المكان مشمس؟ ربما تفضلين الجلوس لقد عدت سأعد الشاي لا، لا يمكنك القدوم لا يجب أن يرى نبتة الطباطم الخزانة صغيرة هل من مشكلة أيمن؟ لا لا، كل شيء على ما يرام أنا جائع جداً، هل لدينا بسكويت؟ أظن ذلك، لقد رأيت علبة البسكويت هناك في المكتب سوف أذهب حالاً وألقي نظرة مسكينة أيتها الطماطم ماذا سأفعل بك الآن؟ ماذا؟ خطرت لي فكرة ماذا يفترض بهذه أن تكون؟ لا يفترض أن تكون شيئاً يا محصن، إنه فن، فن بالأزهر هل هذه ما ستشارك فيها في عرض الورود؟ إنها نبتة عصرية لا، إنها نبتة الطماطم التي تخص سيد سليم، على الأقل كانت كذلك أين الطماطم إذن؟ لقد سقطت عندما أوقعتها، أنا في ورطة الآن، صدقني لا تخف أبداً يا أيمن، وقعت في مشاكل أسوأ من هذه بكثير، أعلم ما عليك فعله هاك، هيا قل الحقيقة يا أيمن، ألست عبقرياً؟ لكن يا محصن، لا يزال واضحاً أن الطماطم ملسقة إنها بخير، احرز فقط على إخفائها خلف شيء كبير ومريع، أعرف النبتة المطلوبة تماماً كم هي جميلة الآن، انظري إلى الفجوة التي خلفتها أبي، هل ستقلب الأسمد الآن؟ سامي قال إن... ليس الآن فانا مشغول جداً، لقد حان وقت بدء عرض الورود والخضروات انظري، انظري يا هانا، ما أرواعها آسف سيدة طماطم، لا أظن أنك ستفوزين بالجائزة الأولى محصن غانم علقة في البئر، حسناً هناك صبيون في البئر المجاور لطريق الوادي، بسرعة يا سامي، ربما ينقصه الطعام لن نستخدم السلمة للنزول إلى البئر، لا يزال في أعلى برج التدريب، وإحضاره سيستهرق وقتاً إذاً عليك الإنزلاق لأسفل البئر يا سامي، حظاً طيباً خذ يا محصن، كي تحافظ على قوته آه، شكراً يا أمي مكادوا نصل يا أماني إنه سامي، لقد جاء أخرج يا سامي، قل إنك ستفعل بالطبع سأفعل يا ليلى، حسناً يا أماني، أربط الحبلة إلى تلك اللافتة، وأنا سأتفقد محسن حسناً يا محسن، اهدأ، سأنزلق إلى أسفل البئر حتى أخرجك حسناً يا سامي كن حذراً سامي أوه، أليس شجاعة أوه، لقد أوقعت كل نقودي لا تبالي بذلك يا محسن محسن، ما الذي أنزلك إلى البئر؟ آسف يا أمي، لم أستطع الانتظار حتى يوم ميلادي لأشتري لوحة زلج سمعت أن البئر مليئة بالنقود، ففكرت في استحدامها للشراء واحد أنت عديم الصبر يا محسن غانم أعلم، آسف، كل ما في الأمر أنني أحببت لوحة زلجي ولهذا اشتريت لك هذا شكراً يا تامير ولكن محسن، هناك شرط واحد اللعب ممنوع، وخصوصاً التزلج داخل متجار أمك لن أفعل، أعدك يمكنك فعل ذلك يا أيمن، هيا تشجع أنا أتعلق وأمفر إلى الأرض، سأهبط بالطول وبالأرض أخيراً، أحسنت صنعاً يا أيمن بقي شخص واحد عليه الانزلاق كلب ينزلاق، هذا لا يصدق ليس شمشوم، وإنما أن أنا؟ في الأعلى؟ لقد قلت إن هذا جوهري لرجل الإطفاء العصري من فهد إلى الإطفاء سامي، هل تسمعني؟ أسمعك بوضوح يا فهد حددت موقع الحافلة، إنها عند المعبر، يبدو أن تامير انحرف عن الطريق وعلق المكان موحل جداً هناك شكراً يا فهد، نحن في طريقنا أمل أن يكون الجميع في الحافلة، يمكن للمرء أن يضيع بسهولة نعم، لا يمكن أن أجول هناك أبداً في النهار، فكيف في الليل؟ أسمع صوتاً، مروحية فهد أسمع صوتاً، مروحية فهد هنا، أنا هنا، أرجوك لا يعلم بأنني تهد محسن، هل تحاول وخافتي؟ اوه، وصل تامير، نستطيع العرضة إلى السابر، أنا جاهة هل الجميع بخير؟ اوه، سامي، الان فقط أشعر بالإطمئنات حسناً، سوف نعيدكم إلى الطريق أين تامر؟ يطلب المساعدة، يا لش جاعته ترك الحافلة سأقوم بالاتصال به لا توجد تغطية، قد يكون في أي مكان أيمن، أربط حبل القطر بالحافلة، وسأتصل بفهد حاضر سامي فهد، أنا سامي السيد تامر في مكان ما، سنحتاج إلى مساعدتك في إيجاده لا تقلق سامي، أحتاجه إلى شخص آخر معي لا تقلق، اعتمد علي حسناً سامي، جاهزون للأسف ليس لدينا صائف لدي كلب كلب كبير أترى؟ هو؟ هو؟ واو ماذا؟ انظر هناك نعم، أفضل من البقاء عالقين خلف شريط على بعد أميال من الإثارة إنها حالة طارية، حريق مشتعل في كل مكان، لكن أتخاف، ها قد جاء كل من سامي وأماني وأيمن إلى الإنقاذ هذا مذهل ومثير تحرك يا فارس، لنقترب أكثر لا تستطيع التحرك سيحتاجون إلى مساعدة جوية، آه، إنه فهد في مروحيته أمسكت بك يا فارس، النجدة، 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 النجدة النجدة أوه، إنه ولدي محصن، وولدي فارس حسنا، سنعيدكما إلى حيث يجب أن تكون آه سيدتي وسادتي، وهو محصن غانم ينزل من مروحيتنا مكللاً بالخزي أوه، ماذا كنت تفعل هناك؟ تكلم يا فارس آسف كانت فكرتي، فقد ظننت أننا سنرى عملية الإنقاذ رؤية أفضل من هناك أنت من أصبح موضوع عملية الإنقاذ الآن فهمت، السبب الذي يجعلنا نضع السلامة أولاً هو أن قسم الإطفاء مكان خطر للصبية أحسنت يا سيدي، يومك المفتوح حقق النجاح الكبير نعم، لقد شوها شمشون فردة الحذاء حقاً أتساءل لمن هي؟ آه، إنها فردة حذائك سيدي حذائي، استقدمتم حذائي؟ لكن كيف؟ سيد أيمن؟ انتبه آه، كنت أذهسهما، أتساءل إن كانت الحالة الطارئة متصلة بهذين الخاروفين ألديك فكرة عن مكان فاتن ومحسن؟ قالت فاتن إنهما في الحقول شمشون يريد منا أن نتبعه سأخذ سيارة الإسعاب، ربما تأذيّاه عنا الجزامي تلك شاحنة فتحي أحسنت صنعني يا شمشو لقد فعلتها فتحي هل أنت بخير؟ أنا بخير هنا لا أستطيع الخروج فقط باب مقعد الراكب عالق أوه فتحي حسنا تراجعوا جميعا إلى الخلق أماني مدي خرطوم الماء حول مقدمة الشاحنة في حال احترق شيء سنتطر لخلع الباب محررك يا فتحي أماني أحضري أداة الخلع كيف حدث هذا؟ هنا لابد أن السبب هو خروفان هاربان نعم كنت أحاول جمعهما في حذرتهما بشمشوم صحيح؟ أخبرتك أنه ليس كالبراعي أعلم هيا فتحي أعطني يدك شكرا سامي يا للهول ليتني أستطيع جعل الأمور أفضل سأتصل بقسم الإطفاء لأحذرهم بشأن الخروفين ماذا؟ الآن أنباء جيدة السيد فتحي كان في ورطة وهو بأمان الآن شمشوم أحسن صنعا إنه بطل قال سامي شيئا عن خروفين هاربين سيدي الفواغ لقد انتهى قال فتحي يعالج بالقوف مظلة؟ أليس هناك مظلة عندما يهبط؟ لا محصد غانم إنه يتجه إلى الشارع الرئيسي بسرعة يرفض السبيح قالوا الشارع الرئيسي سبيحة أطلوب المساعدة سأتصل بالإطفاءية سامي صاروخ خارج عن السيطرة يتجه إلى الشارع الرئيسي أجب يا سامي هناك صاروخ يتجه إلى الشارع الرئيسي هذا ليس تدريبا لا تطلق الصاروخ قبل أن نعود يا فتحي من الجيد أننا تدربنا على هذا صحيح؟ نعم لكن من أين جاء هذا الصاروخ الثاني سابي؟ من الفضاء الخارجي؟ هذا الصاروخ يحمل اسم محسم غانم عليه أوه لا ما تجري ما حسن رأيت ماذا فعلت يا للعجم ما هذا؟ أيمن جهز خرطيم الماء أماني أبعد الجميع حسنا سامي ليتراجع الجميع لطفا فقد يكون الصاروخ خطرا هذا هو صاروخك إذن يا محسن؟ لا نعم كانت مجرد حادثة حسنا لكن علي أن أعلم كيف صنعت صاروخك هل هو مصنوع من مواد خطرة؟ لا أذكر أبدا لم أنجز إلا ما كتب هنا وأضفت المزيد من كل شيء أمتأكد من أنك لم تضع شيئا آخر فيه؟ وضعت تلك المواد فقط الكثير منها إنه مجرد صاروخ بسيط كل ما في الأمر أنه كبير أعتقد أن كل شيء سيكون بخير أنا آسف ظننت أنني أستطيع صنع صاروخ رائعا كصاروخ فتحي فتحي أمضى سنوات يتعلم كل شيء عن الصواريخ وكيفية صنعها ليس شيئا تتعلمه في يوم واحد أعرف يا سامي وقد أفسدت الآن إطلاق صاروخ فتحي أيضا ليس تماما عندما نتأكد من سلامة المتجر سيكون هناك وقت لنتجه إلى الجرف أشكركم على حضوركم لرؤية صاروخي وأشكر فرقة الإطفاء على وجودها هنا وحرصها على سلامة الجميع في مدينة الأحلام العفو لذا كل ما تبقى لي لأقوله خمسة أربعة ثلاثة إثنان واحد مرحبا يا فهد حسنا تظاهر بأنك تطفئ حريقا كبيرا أعني حريقا كبيرا جدا حسنا هكذا هل يمكن أن تظهر الحماسة أكثر؟ أخرجوا حريق هيا خرجوا هذه هي ما رأيك باستخدام فأس الحريق؟ سأنزرق على العبود إذا شئت فكرة ممتازة ورائعة لا بأس ستعود إلى مكانك الأساسي حان الوقت يا فاتن فهد أطلق الحبل الآن ودعنا أيها الحب الصغير شكرا يا فهد أتظن أنه سيكون بخير؟ سيكون بخير قد أصبح في مكانه الصحيح إلى اللقاء وشكرا لا مشكلة يا فاتن حسنا يا فاتن لنعود إلى منزلي لنرى من يصطاد مخلوقات أكثر من البرك الصحرية وكأننا لا نعرف سلفا ماذا تريدين أن تفعلي؟ لا تستطيع الكلام يا فاتن وما أدرك بذلك؟ هيا ذهبي عدي إلى منزليك؟ هناك لنفسات قادتنا إلى الاتجاه الخاطر غريب وصلنا إلى هنا دون مشاكل آسفة سامي سنكونوا في المركز الأخير السباق لم ينتهي بعد يا ليلى ومن يعلم ماذا سيحدث؟ لا أستطيع المشي كما يجب علينا أن نعود ماذا؟ ونخسر؟ أخبرت كيافات أريد اسمي فوق تلك الكأسة آه 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 ما الأمر؟ آه قدمي أنا أتألم آه لا أستطيع فك الحبل علينا أن نصرخ ليساعدونا النجدة 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 إنه صوت والدي محسن النجدة الصوت قادم من هناك ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير آه طوح حسن هل أنت بخير؟ آه قصدت في قدمي وهي تؤلمني هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحا تماما حسنا إن لم تضيع محسن محسن غانم كنت تغش كنت تغش صحيح؟ أجب أجل يا أمي آه لا أستطيع فك هذا وليس معنا أي هاتف يا ليلى يجب أن نعود جريا آه سيستغرق هذا أسبوع كثيرا ليس وأنا في هذا المزاج السيء هيا سامي ها ستجد الكثير في متجر الصغير ستجد الكثير ليلى في متجر الصغير ستجد الكثير خبية قصش المفروض أن يصلوا أن نراهم هنا قريبا إنهما أيمن وفتح جديدهما وشرفا سارة وفارس ماذا؟ سامي وليلى إنما كنت أخطي أن فهم متقاربون جدا سيتهي سبق بالتعادل مهلا لا 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 أصدق سامي وليلى آلة سباك السيخان الثلاث يلا الروعة لك المجاح يلاهوا من سباك الجميل أحسنتما أحسنتما اقبلا هذا الكأس مني يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي لدينا حالة طارئة في المستنقع ماذا؟ محسن لواء كاحلة سأجعل فهد يقابلكما هناك حسنا يا محسن ستذهب معنا في جولة قصيرة شكرا يا سامي هذا ليس عدلا محسن يغش ومع ذلك يركب مروحية رائعة مهلا اركبي يا فاتن هاي آه رائع كنت محقا يا محسن قلت اني سأ... حادث في الباحر انه... اوه شادي انها عائلة شادي ثانية لقد جنحوا في قارب شادي انطلقي بسرعة اماني هيا لا اعتقد انك بخير لتقوم بهذا العمل ساذهب بدلا عنها السيدي متأسف ايمان اماني هي الخبيرة هنا هيا اخذ السيارة واذهبي اسمع ساعالج هذه الحالة الطارئة ثم ساعود الى البيت حسنا انه يوم حافل جدا لا جدوى يا شمشوم لا استطيع البقاء بعيدا اكثر هيا اماني هيا يمكنك فعل هذا هيا اماني لا جدوى انا اعرض الجميع للخطر انا اسفها سيدي لا اقوى على تنفيذ عمليات الانقاذ يجب ان ترسل سامي حسنا اماني ابقي مكانك المساعدة قادمة ايمان اطلب من فهد ان يحضر المروحية الى رصيف الميناء ساجعل سامي يقابله هناك سافعل سيدي سامي اجل سيدي انت سريع انا مستعد لاداء الواجب ما الحالة الطارئة؟ لماذا توقف المركب؟ هناك مشكلة ما الامر يا اماني؟ هل تأذيتي؟ لا اظن اني مصابة بالحمة لنخرجك من هنا ماذا؟ شواء تامر اشعل نارا في شجرة في الغابة؟ حريق في منطقة التنزه ارجو ان تكونوا جميعا قد اتبعتم لدرسي هذا الصباح ماذا؟ حسن مني يا امان؟ يبدو انك ستأمن السجقة في وقت ابكرة مما ضمنت؟ امل ان يكون قد تبقى منه شاك سنحتاج إلى خرطومي ماء لإطفاء هذا الحريق حسناً سامي والآن يا أيمن افتح الماء سامي انظر هناك واحدة من قوارين الغاز قد تتجل في أي لحظة أحسنت لأنك رأيتها هيا أبقل جميع بعيداً بينما نسيطر على الحريق يا أيمن حاضر سامي هيا تراجعوا جميعاً من هنا أماني استمر في رش الماء على عبوة الغاز لتبقيها باردة بينما أطفئ ما تبقى من الحريق لا تقلق سامي استماني انتهيت انطفأ الحريق هل نستطيع أن نذهب لنرى إن كان قد تبقى أي سجق أو قريدس أيها الإطفاء يسامي آسف يا محسن فعبوات الغاز يمكن أن تظل حامية لمدة طويلة ولن يكون الاقتراب من هناك آمناً علي فقط أن أخذ ما تبقى من سجقي سأخذ ما تبقى من القريدس لكني أشعر بالجوع الشديد حتى أنني لم أشم رائحة ذلك السجق أو القريدس ربما تقيم الشواء بعيداً عن الأشجار في المرة القادمة وربما تقلل من كمية الفحم تلك أنت محق يا سامي إنها غلطتي أيضاً يا تامر فقد كنت أتباهى قليلاً الآن لا أحد يستطيع تناول سجقي ولا حتى القريدس مهلاً برميل الزيت جعلني أفكر في شيء ما حسناً أماني عليك الصراخ بصوت أعلى بقليل النجدة النجدة ليساعدني أحد كل ما علي فعله هو الضغط على هذا الزر هيا يا فاتن افعليها لا لا تستطيعين فعلها أنت خائفة ليس لأنني لا أستطيع أن أطلقها محسن بل لأنني لا أريد يعني أنني لا أبالي إن كنت تظنني ضعيفة النجدة اسمك هناك من يصرخ النجدة لقد عليك الصوت قادم من الجر هيا بنا النجدة النجدة إتهى أماني حمناً لله أنكم هنا لقد عليك على أحدنا أن يطلب المساعدة انتظري لحظة ماذا تحملين بيدك آه عسى استغاثة ماذا يجب أن لا تلعب بها لقد وجدناها وكنت سأعطيها للإدفاعي سامي أحسنتي ولكني بحاجة إليها الآن فاتن أيمكنك رميها إلي أنا حسناً رمية رائعة يا فاتن عجباً ما هذا أين ذهبت العصى الاستغاثة لقد انطلقت من الجرف سأتصل بالإطفاء سامي نور استغاثة انطلق من الجرف رأى فاتر استغاثة يا سامي لابد أن أحداً ما في ورطة سيقابلك فاتناك بالمروحية آه حمداً لله جاء فات جاء الربائي سامي الماء يبدو هادئاً ولكن من السهل الإنجرف عميقاً في البحر لم نكن حذرين سأتصل بالإطفاء سامي أحسنت يا مش مش وداعاً يا شطيرتي آه 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 فارس ومحسنت إهاني في البحر بلغنا أن صبييني مفبوداني في البحر يبدو أنه عمل المروحيات من المستحسن أن يخرج فات في مروحيته حالاً يا سيدي دعي الأمر لي سامي يمكنك القدوم يا مش مش لابد أن ساميحة تتساءل عن مكانك الآن أنا القطان وقراري أن نجدف نحو الشاطئ لكننا لا نعلم وإين هو الشاطئ رقم أبحرنا بعيداً عن اليابسة آه 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 آمل أن يكون بخير إن كان في البحر سيجده ما زامي آه 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 ليس لدينا طعام ولا ماء آه ماذا سنفعل بهذه الورطة يا فارس رجاء اهدأ يا محسن لابد أنهم يبحثون عننا لكن المحيط مكان كبير جداً وسنكون أشبه بإبرة آه في كومة قش كبيرة آه 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 هيا اسحباني ساعداني هيا بالسرعة المشكلة في أذني إنهما أكبر من أذني أوه هذا سخيف نحتاج إلى المساعدة كان يوما سيئا من الصبح حتى الغروب قطعت المشت فقد طلقت ثم أصبت بالكسور ماذا؟ رأس رئيس قسم الإطفاء علق بين قطبان السياد سامي وأماني لم يعودا وأنا الوحيد هنا لا أستطيع فعل شيء أو ربما أستطيع هناك شخص في ورطة يجب أن أفعل شيئا نينان 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 نانظرين إنه أيمن أيمن؟ مستعد لأداء الواجب أنا مستعد وقوي لا مشكلة سأخرجكما دامر أحضر لي جهاز الخالع إنه في مؤخرة السيارة على الفور النساء والأطفال أولاً أوه ولدي الحبيب أنت بأمان أريد منك الآن أن تحررني من أمي أحسنت أيماً ولكن لنبقي الأمر سراً بيننا من فضلك حاضر يا رئيس قسم الإطفاء هل كل شيء بخير؟ نعم كل شيء بخير والفضل لأيمان إنه باطل يا سامي يا له من رجل إطفاء الإطفاء أي أيمن دائماً مستعد وقوي يا سامي حتى بصاق مكسورة مش مش محاصر في قبو مليء بالماء وفتحي معه هناك أيضاً أخرجني من هنا وسنذهب لإنقاذه على الفأول يبدو أن القفلة عطل أماني محطة لا أستطيع تحريكه أيضاً لكني سأستخدم الفأس لا 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 تقلقوا علي اذهبوا وأنقذوا فتحي سلامة الناس أولاً هيا تعرقوا بسرعة إن كنت متأكداً يا سيدي فهيا إذن لنذهب أمنوا أفلقاً آمل أن يكون فتحي بخير أحزاج إليه لكي يبني معي لا تقلق يا أيمن أنا متأكد أنه سيكون بخير اتبعاني حسن إنه في الداخل صحيح؟ فتحي أريد منك أن تتراجع إلى الخلف أنت ومشمش لأنني سأحطم الباب بفأسي فهمت يا سامي اقفز هنا يا مشمش لكي تبقى جافاً يجب أن نغلق صنبورة الماء أو نجهز المطقة أولاً كل شيء في وقته أول شيء هو ضمان سلامة فتحي ومشمش فتحي هل أنت بعيد عن الباب الآن؟ أجل سامي أمسك ذراعي يا فتحي أحزنت سامي أوه مشمش أنت بأمان بقيت هادئاً تماماً وفعلت كل شيء على حدة أوه ليتني فعلت ذلك ما كنت تورط في هذه الفوضى لا تقلق على الأقل أنت بأمان نعم شكراً جزيلاً لك يا سامي هيا فتحي لنذهب ونغني أغنيتنا مهلاً يا أيمن كل شيء في وقته أليس كذلك؟ نعم كان علي أن أغلق مفتاح الماء الرئيسي أيمن سيساعدني لإحضار المضخة وضخ الماء إلى الخارج وأنا سأذهب لإخراج السيدة العجوز من الخزانة وبعدها سنلتقي عند رصيف الميناء لنستمع إلى أغنية أيمن وفتحي يا أيمن يا أيفادي نحن نتراشق وكيف سأنزل إذن الآن؟ سأخبروا أمين تطلب المساعدة أوه شادي الحمد لله أوه ظلنت أنني لن أرى اليابسة مجدداً انتبه شوف تستطيع بينا أوه 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 لا عجلة القيادة تحطمت لا أستطيع التحكم العجلة لن تعمل شادي ماذا عن دفتك تلك؟ أوه لا لا تزال هناك على الشاطئ كلنا ننجرف في البحر أوه لا أحتمل هذا مطلقاً هناك حل واحد فقط سأتصل بالإطفائي سامي مشكلة في البحر؟ آه رسالة أخرى؟ يا للهول لماذا كل هذا؟ محسن وليلا وشادي ينجرفون في الخليج آه انتظراه ورئيس قسم الإطفاء عالق فوق منزل فتحي عجباً أنت سأل وإن كان سيقلع بطائرته؟ أنا وأماني سنأخذ فينس وننقذ من في البحر أيمن خذ جوبيتر واذهب إلى منزل فتحي حاضر سامي أستطيع رؤيتهم هيا بنا أخيراً إنهما أماني وسامي سأتولى أمر الزورق يا أماني وأنا سوف أسحب قارب شادي محسن، ارمني حبلاً وسأربط الزورق بقارب شادي حسناً يا سامي وأنا سأربط قاربك بقاربي سنكون عند الشاطئ قريباً أنا في شوق لأضع قدمي فوق اليابسة لا تقلق سيدي، سوف أمزلك بسرعة لا 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 سوف أثبتها سيدي، هل أنت بخير؟ طبعاً أنا بخير، أنا بخير مجرد روتين يومي، أختبر الطائرة الورقية أه، أتريد مني أن أخذ هذه إلى ابني أخيك؟ بتأكيد لا إنها، إنها لي لا شيء يدعو إلا الخجل يا سيدي مذهل رائع رائع للتزحلق أرأيتم؟ أخبرتكم أن هذا سيكون ممتعاً سامي أعده في وقت سابق حتى يسليكم سأكون الأولى أريد أن أكون الأول رجاءً اسمح لي، أنا، أنا الحقيقة، سامي كان ليرينا كيف نفعل ذلك أولاً لو كان هنا حقاً؟ بالتأكيد، قائد الروادي الجيد ينطلق أولاً دائماً أنت لست حائفاً أليس كذلك؟ إن كنت حائفاً فأنا أستطيع أن أكون الأول وأكون القائد لا محسن، سأفعل ذلك إهدأ يا تامر، أنت لا تخاف المرتفعات يمكنك فعل هذا يا فتى، يجب أن لا أخذي للأطفال فقط صلت سلك الأمان أسناً، هانذاً، واحد، اثنان، ثلاثاً آ Hans آيه، آاه… pendant النجدة، لقد علقات، أنزلوني هذه فعلتك، وأنت يا محسن سأهرأ إلى مركز الإنقاذ الجبلي وأخبر فهد وهو سيتصل بالإطفاء يسامي تمسك يا تامير سأحضر لك المساعدة فهد فهد لا من الأفضل أن أحاول الاتصال وطلب المساعدة مرحبا مرحبا الإطفاء يسامي الإطفاء يسامي من هذا؟ أنا محسن غانم محسن غانم ماذا فعلت الآن يا صغير؟ تامير في ورطة كبيرة في مركز الإنقاذ الجبلي هنا ماذا؟ تامير في ورطة؟ حسنا نحن قادمون لا أستطيع التمسك أكثر لقد اتصلت بالإطفاء يسامي وهو قادم حسنا يا تامير أفتت يديك وسيكون هبوطك آمناً مدهش كان ذلك مدهشاً جداً هل أنت بخير يا تامير؟ أظن ذلك شقلبة ثلاثية رائعة ما أروع فعل ذلك؟ ألم يكن تامير لامعاً؟ ما رأيك بهذا يا محسن؟ أنا آسف لأنني شككت فيك يا تامير أردت فقط أن أكون قائد هذه الرحلة انتهت المشاكل أخيراً سأعود إلى العمل نعم وحان الوقت لأقوم بأعمال البسيطة النجدة لقد علقت محسن شخص آخر في ورطة النجدة أمي لا أستطيع تحريك قدمي أبداً عجباً ماذا فعلت الآن؟ هذا الأسمنت سريع الجفاف يحتاج إلى دقائق ليجف لا تقلق يا محسن سوف أخرجك محسن غانم متى ستصبح مهذباً؟ آسف أمي أوه لا أطلب إلا السكينة والهدوء هذا صوت إنذار حريق وذاك دخان ناجم عن حريق متجري سأتصل بفرقة الإطفاء توقفي ليلى يجب أن لا تدخلي مبنى يحترق أبداً سأذهب إلى البيت وسوف أتصل بهم من هناك هذا سيستغرق وقتاً سأذهب وأحضر المساعدة بالسرعة سامي مرحباً أيها الإطفاء سامي كنت فقط آسف يا فارس حالة طارئة سأعيد هناك رائع أنا لا أفهم ظلنت أننا لن نتوقف عن العمل اليوم هذه ليست طريقة اللائقة ينطي بها رجل الإطفاء عطلته لا وقت للشرح يا سيدي هناك حريق في متجر ليلى حريق؟ وأخيراً بدأ العمل انتظروا مهلاً لم يقرع الجرس آه سأجرب ركوب دوح التسلج أوه حمداً لله أنك عدت سامي مذهل انظروا إلى كل ذلك الدخان رائحة ولعتلك رائحة المروج أيمن تقطع الكهرباء عن المتجر حسناً سامي من المؤسف أن رائحة الحرائق ليست منعشة كهذا الحريق لا تجرب فقط ألا تستطيع أن تجعلها أكثر إثارة؟ بدأت أصاب بالدوار أحب أن أجعلها تطير هكذا بإذكارك أن تنفذ بعض الحركات البهلوانية دعني أره توقف راقد هذا ماذا فعلت الآن؟ ما كان يجب أن يحدث هذا هذا صحيح وطائرة المحطمة؟ لا مشكلة نستطيع الصعود وإحضارها لا يا محسن فالأخصان مرتفعة كثيراً ليس إن استخدمنا تلك الأخشاب إن كومت هذه الجذوعة فوق بعضها فإننا نستطيع استخدامها للوصول إلى الغصن المنخفض هل هذا آمن؟ بالتأكيد وكيف لنا أن ننزل طائرتك بغير هذه الطريقة؟ إنها ليست ثابتة تماماً سأصعد وأساعدك المكان مرتفع جداً لا يمكنك إنقاذ دولي إن كنت لا تنظر إلى الأسفل أبعد يديك عن عينيك يا أيمان فأنت تبدو مضحكاً جداً لا أريد أن أنزل النجدة النجدة لجد ومن هذا الصراخ ففهد ليس في مركز الإنقاذ أستطيع أن أرى من وحيده في قسم الأدفاء هناك أعلم أه عرفت خطرت لي فكرة لا يا محسن سئمت من أفكارك الرائعة لذا سأنفذ فكرتي أنا هذه المرة أسرع إذن فيدايا تؤلمانني كثيراً سأرسل رسالة استغاثة إلى مدينة الأحلام بطائرتي هذه لا يسمح لك بجعل الطائرة تطير في مدينة الأحلام لكنها حالة طارئة وضرورية يا محسن آه النجدة أنزلوني لا أريد أن أقاف الهواء أكثر من هذا ماذا سنفعل الظروف الطارئة تتطلب إجراءات طارئة أيمن تذكر أن دولي تحتاج إليك لكي تنقذها دولي طبعاً نسيت أمرها حسناً سامي أيمن سيهب لنجدتها أنا قادم دولي أرجوك بهدوء محسن وفاة لم يبقيا هنا لكننا سنبقى لن أتقدم خطوة حسناً لنرتح هنا قليلاً ظننت أنكم متقدمون علينا وكذلك نحن لأن هناك لافتات قادتنا إلى الاتجاه الخاطئ غريب وصلنا إلى هنا دون مشاكل آسفة سامي سنكون في المركز الأخير السباق لم ينتهي بعد يا ليلة ومن يعلم ماذا سيحدث لا أستطيع المشي كما يجب علينا أن نعود ماذا ونخسر أخبرتك يا فاتن أريد اسمي فوق تلك الكأسة ما الأمر؟ آه قدمي أنا أتألم لا أستطيع فك الحبل علينا أن نصرخ ليساعدونا النجداء 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 إنه صوت والدي محسن النجداء الصوت قادم من هناك ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير محسن هل أنت بخير؟ قصدت في قدمي وهي تؤلمني هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحا تماما حسنا إن لم تضيع محسن غانم كنت تغش كنت تغش صحيح؟ أجم أجل يا أمي لا أستطيع فك هذا وليس معنا أي هاتف يا ليلى يجب أن نعود جريا سيستغرق هذا أسبوع كثيرا ليس وأنا في هذا المزاج السيء هيا سامي ستجد الكثير في متجر الصغير ستجد الكثير في متجر الصغير كبية قشاش المفروض أن يسلوا أن نراهم هنا قريبا إنهما أيمن وفتح شديدهما وشرفا صار وفارس ماذا؟ سامي وليلى؟ إنما كنت أخطيان فهم متقاربون جدا سنتهي يسمعوا بالتعادل ما لم؟ لا 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 أصدق سامي وليلى ألد سباك السيخان الثلاث يلا الروع أطلق النجاح يلاهم السباق الجميل أحسنتم أحسنتم اقبلا هذا الكأس مني يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي لدينا حالة طارئة في المستنقع ماذا؟ محسن لواء كاحلة سأجعل فهد يقابلكما هناك حسنا يا محسن ستذهب معنا في جولة قصيرة شكرا يا سامي